محبوث سليمان حصل على باكاليريوس الطب والجراحة من جامعة عن شمس عام 2003 ثم عين بالإدارة الطبية للجامعة حصل على ماجستير أمراض القلب عام 2009 قام بمناقشة رسالة الدكتوراه عام 2017 وهو الآن استشاري أمراض القلب بمستشفيات جامعة عن شمس وعضو متميز بجمعية القلب الأوروبية Professional Member وعضو جمعية قسطرة القلب الأوروبية وعضو دائم بمؤتمر القسطرة التداخلية بأمريكا التي سي تي إنه الدكتور محمود سليمان تاريخ وحاضر متميز في مجال أمراض القلب أهلا بكم ورجعنا تاني بعد الفاصل وزي ما شفنا في الريبرتاج اللي كان في الفاصل حيكون ضيفي اللي طبعا مش محتاج إن أنا خلاص أعرفه الريبرتاج قام بالواجب يعني دكتور محمود سليمان استشاري أمراض القلب وعضو جمعية القسطرة القلب الأوروبية برحب بك يا دكتور أهلا وسهلا بيكو والحياة كتير علي قوي اللي تقلق لا أفدا والله يعني اللي بس يعني اللي كان متابع البرامج اللي أنا كنت بعملها قبل كده دكتور محمود كان ضيفي في أحد البرامج الطبية وكانت الحلقة عاملة صادة هيل والرجل يعني الدكتور أصلا ما بيتأخرش علينا في أي حاجة فأنا بشكرك يا دكتور إنك كنت ضيفي تسلم زي ما حضرتك دكتور أمراض القلب النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا زي ما بيقولوا يعني هو حاجة كتبت بالطبوز الأضاء المستعجل على البني أدمين وهي جلطات القلب قتلة بحسن طبعا الكلام عن جلطات القلب وأعراضها وأسبابها بس خلينا في عجالة يعني وشكل سريع نتكلم عنشان نفكر ونذكر أستاذ المشاهدين إيه هي أعراض أو أعراض جلطة القلب طيب زي ما حضرتك قلت كده هو قتلة بحسن بس الحقيقة خلينا ننزل على أرض الواقع الناس بتعامل الأعراض وكأنها دور برد هي دي المشكلة اللي احنا فعلا بنواجهها يعني احنا دايما نقول للناس يا جماعة انت قاعد في أمان ربنا جالك واجع في صدرك من غير ما تعمل حاجة أو جالك مع المجهود الواجع ده عمال يزيد ما بيروحش بأي حاجة تاخد نفس ما بيروحش تتعدل على جنبك ما بيروحش عمال يسمع في دراعك عمال يزيد عمال حاسس ان فيه حمل موجود فيه حجر موجود على صدرك ما ينفعش تبقى أول ما يتفكر تفكر لا أصدر برد أصلا أنا خالد تدوش دافي وقعت في الهوى شوي لازم يا جماعة الأول نروح للأهم الأهم هو إيه هو ان قد تكون فيه مشكلة تتعرض مع حياتنا في غضون دقايق أو ساعات هي إيه للأسف اللي هي بنسميها جلطة القلب هي دي الأعراض ببساطة عيان بيجي له وجع في صدره مستمر مش راضي يروح يقولك إيه أنا حاسس بسيخ داخل كده في قلبي خارج من ظهري يعني دي من ضمن سيخ من ضمن الأعراض سيخ حاسس بتقل يمكن هي أكتر جملة كمان أكتر يقولك أنا حاسس بتقل حاسس في حجر على صدري مش قادر ودراعي ده أنا خلاص أنا حدي يعني ياخد دراعي مني بس هذه بداية الأعراض الفعلية للجلطة لقدر الله طيب لقدر الله خلاص اتشخاصة الحالة أو هو حاسس بالأعراض دي كلها يتصرفي زي دكتور أول ما تجيله الأعراض دي الحقيقة دايما نقول أن أول خطوة لازم تاخدها أن أنت تخلي في حد معك بمعنى ممكن تجي لك المشكلة دي وانت نايم بالليل يعني انت نايم وصحيت على الوجع مش راضي تصحي زوجتك او مش راضي زي ارتقيل ما بيجيش غير دايما الناس نايمة هي الحقيقة الحقيقة بيجي لنا كده فدي أكبر مشكلة بنواجهها أنه هو العيان بيخافي صحي الناس اللي موجودة لا بقول لحضرتك أن انت ممكن بعد فترة ما تبقاش قادر تساعد نفسك فأول حاجة بتعملها أن انت لازم تخلي حد من الناس اللي حواليك يبقى قادر على مساعدتك سواء انت نايم بالليل زوجتك او ولادك او جارك ما فيش مشكلة انت هتعمل إزعاج للناس بس لقدر الله لو حصلت مشكلة من غير وجود حد مش هتتلحق ده الجزء الأولاني الجزء التاني ان احنا بنقول يا جماع لو انتوا عندكوا أسبوسيد في البيت بتاع الأطفال بناخد أربعة قرص يعمل سيولة بالضبط دي أول حاجة أول حاجة الحقيقة بياخد لو عندك أسبوسيد بتاخد أسبوسيد لو انت مريض قلب أساسا وعندك الأدوية في البيت خلص بتاخد أربعة قرص أسبوسيد تاخد أربعة قرص الدول تاني الكروبيدو جريل أو اللي هو البلافيكس اللي موجود معاك وبتتوجه لأقرب مستشفى يعني في الحال اللي هو الواجه السرعة يعني مطلوب جدا السرعة في المواقف طبعا 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 طيب دلوقتي هو جات له الأعراض وراح اتشخص جلطة طيب في حال انه اتشخص جلطة ايه اللي يحصل خلينا بس جلطة قلب طبعا اكيد طبعا نرجع خطوة شوية الورا هو اللي بيحصل ايه حضرتك بتخش لاستقبال المستشفى يا جماعة انا بشتكي من واجع في سدري اول حاجة بيعملها لك الدكتور اللي موجود طبعا بيشوف علاماته الحيوية بسرعة جدا يعني بيحط ايده على النبض يشوف العين ده نبضه شكله عامل ازاي هل النبض ده منتظم مش منتظم بدأ يبقى ضعيف هل النبض ده قوي الراجل واعي ومدرك مشكلته ولا لأ دي حاجة الوصف الواجع ده ايه لو فيه مساحة انك تتكلم مع العين بتتكلم طبع هارتك الواجع ده بيسمع في كتفك هو أحيانا بيبقى فقدين القدرة على الكلام للأسف آه انت ممكن يجيلك عين بيوصل للمستشفى يقولك ده أهم عليه على باب المستشفى دخل في كومة بزدط لأن احنا عندنا وقت يعني لقدر الله لو العين لقدر الله فعلا جات له جلطة لأ ممكن يوصل يقولك لا ده على باب المستشفى فقد معنا النطق خاص ويخش وده طبعا بتلاقي حارتك كل الدكاترة بتجري عليه في الطور اتنمى خلينا في معظم الحالات العادية عشان الناس يمكن ما تخافش من الموضوع احنا مش جايين نرعب الناس قد ما جايين نوصلهم رسالة ازاي نتعامل مع الحدث ده الحدث المهم انه هو ان شاء الله تتفادى مشاكل فاللي بيحصل انت بتخش بيعملك رسم القلب رسم القلب ده وبيطلب انزيمات القلب رسم القلب يا اما بيوضح وجود جلطة صريحة في القلب خلاص انا الدكتور شايف الرسم قال يا جماعة بعد اذنكم الراجل ده عنده جلطة حادة في القلب ده تصرف ودي حاجة بيبقى لها تصرف او لا يا جماعة الراجل ده عنده زبحة صدرية غير مستقرة الفرق بقى دكتور جميل يعني دايما بيبقى فيه لغة ما بين الجلطة والزبحة الصدرية هل هم الاثنين في نفس الخطورة هل ليهم نفس الاعراض ولا بيختلفوا هقول لحربيتك الجلطة هي حاجة صريحة خلاص الخطورة فيها معروفة ان ده اعلى سقف الخطورة انا معنى جلطة ايه ببساطة ان انا عندي الدم حصل فيه تجمع دموي افلي شريان من الشرايين التجيه الشرايين التجيه احنا عندنا جزع شريان رئيسي بينزل على شريانين كبار في الناحية الشمال ومعاهم طبعا تفريعات كثير قوي وشريان الناحية لين اللي حصل ببساطة ان فيه تجمع دموي جيه في منطقة ديق في احد الشرايين ومنع الدم عن الجزء ده وبالتالي الجزء ده من القلب ما بيتغزاش في اللحظة دي ده كده الجلطة طيب الزبحة الزبحة احنا بنقول ايه ان حصل انسداد جزئي لشريان يعني ايه يعني تضفق الدم في الشريان ده قلي ما عادش زي الاول ولكن يعني الجلطة فيه انسداد تام تام بزبط لكن الزبحة اللي هو يعني قابقه وصينا وقبنا من الانسداد بزبط بزبط ان هو ممكن يقفل اه ايه مشكلتنا في الزبحة امتى بنعتبر الزبحة زيها زي الجلطة نفس تعامل نفس المعاملة ده المهم جدا ليه بقى لو جاييني عيان عنده سكر عنده ضغط عنده مشاكل في الكلا عنده ارتفاع في دمون الدم او امراضي عيان مدخن او يعني مش هنقدر نقول اوي الامراض المناعية ان احنا بنركز دايما على الحاجات الكبيرة اللي هي الضغط السكر التدخين ارتفاع دهون الدم او دهنيات الدم التدخين بيبقى من ضمن المساكلات انه ممكن لقدر الله يودي بحياة المعاملة انا هقول له هارتك الحاجة لو سألتي دكاترة القلب انا عندي سكر وعندي ضغط وعندي دهون في الدم وقول لي على حاجة واحدة بس اعملها عشان اتفادع حدوث جلطات هيقول لك وقف تدخين طب هزبط سكري ما ده مش ضمن الخيارات بناقول لحد زبط سكري لا وقف تدخين طيب نزبط الضغط وقف تدخين طب هاخد علاج الدهون وقف تدخين المين كومن يعني الحاجة الحاجة الكمن الحاجة اللي احنا لازم نخلي بنا منها قصة التدخين طيب نرجع مرجوعنا تاني احنا في الطور دلوقتي والعيان موجود معنا طيب العيان ده لو العيان فيه مواصفات دي احنا بنعامل الزبحة في هذه الحالة نفس معاملة الجلطة ده بنسميه اللي هو العيان اللي عنده استعداد حالي جدا ان تحصل له مشكلة كبيرة تساوي كلمة الجلطة طيب شخصنا العيان الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها الحقيقة احنا العيان مجرد كلمة جلطة بتصدر انت بتلاقي الدنيا حواليك كلها اترابكة يعني انت كمريض بتلاقي لا انواب بتجري في حاجة في حاجة في حاجة تدعو الى القلق من كل الناس اللي موجودة الدكاترة والتمريض والعمال بيبقى قدامنا اتجاه من اتنين يا اما هيقول لك العيان ده هيطلع الرعاية وياخد دواء مزيب للجلطة او لو المكان ده فيه اسطرة هيقول لك لا احنا حضرتك محتاجين نعمل له اسطرة طريقة على شرين القلب طيب بمناسبة ده الاسطرة دلوقتي يعني طبعا حضرتك عارف اني اني غلابة كتير والناس الطيبة كتير الغير مقتدرة كلنا عارفين ان عشان انا اروح لدكتور واعمل اسطرة وبتاع الموضوع بيبقى مكلف على ناس كتير اكيد فاحيانا الناس كتير تقول لك خليها على ربنا وزي ما تيجي تيجي لك اهمش هكتر اروح فحال بقى انه رح وتشخص ووصل لمراحلة انك لازم تعمل الاسطرة الغير مقتدر اللي مش قادر وده المين بتاع البرنامج ان احنا نحاول نساعد الناس الغير مقتدر الناس دي تعمل يا دكتور طيب بصها عارفين انت دلوقتي موجود في المستشفى اللي جنب بيتكم في اي مكان سواء مستشفى كبيرة او صغير وتشخصت جي قالك حررتك عشان تعمل اسطرة مطلوب الاف مؤلفة او عشان تطلع الرعاية مطلوب الاف مؤلفة بنقول يا جماعة العيان لو متشخص جلطة صريحة يعني رسم القلب اللي ما حضرتك الدكتور قالك لا ده فيه جلطة حادة انا بقول لحضرتك اطلع على اقرب مستشفى تعاليني معهد معهد القلب مثلا اي مستشفى حكومة فيها اسطرة ليه القصة دي مفيهاش تهاون من اي حد حضرتك العيان ده بيوصل المستشفى في اي مكان فيه اسطرة بيطلع على قطة الاسطرة على طول لكن بقى ما فيش حسد القوائم الانتظار وتعمل الحجات ما ينفعش بص حضرتك فيه برنامج معروف في مصر جدا الحياة بقاله سنين مفاعل اسمه دعامة الحياة تيجي تقول لي يعني ايه دعامة الحياة اقول لحضرتك ان احنا في اللحظة اللي حضرتك جاي فيها لقدر الله عندك جلطة في القلب دي اللحظة اللي احنا محتاجين ندخل بالاسطرة ونفتح لحضرتك الشريان اللي اتقفل بالجلطة ده ونركب دعامة في الجزء ده عشان كده ربطنا الموضوع سميناه على بعض دعامة الحياة حتى احنا كنا مقررين الحلقة هيكون اسمها دعامة الحياة دكتور محمود يعني انا للأسف للأسف وقت الحلقة جري بينا للأسف كان لسه في حاجة كتير عايزي نتكلم فيها لكن اهم حاجة انا عايزة اتكلم فيها قبل ما نختم انه وانا بنتكلم وبنتناقش في موضوع الحلقة حضرتك قررت ان انت تحط رقم تليفونك الشخصي وقلت لأي حد في اي وقت يعني دكتور محمود يا جماعة فتح ده رقم تليفون دكتور محمود الشخصي قرر انه يعني اي حد هيصاب بغلطة اي حد عنده نفس الاعراض اللي دكتور محمود شرحها اي حد عنده اي مشكلة في اي وقت يكلم دكتور محمود ودكتور محمود على طول هيوجهه للمكان الصح او يقوله يتصرف ازاي او يعمل ايه وده شيء نبيل جدا منك يا دكتور وانا حتى بقولك ان احنا هنقول كده قال لي احنا مش عايزين نبني ان احنا بنتفضل او نتكرم على الناس وطبعا حاشة لله يعني ولكن احنا عايزين نكون ابسط من كده عشان نوصل لقلوب الناس وعشان كحاك يعني انا بشوفك من افضل واحسن دكترة القلب ربنا يبارك لان انت فعلا قلبك على الغلايب اسلامي انا هقوله هارتك العاج اولا ده مش عانا الواحد الحقيقة 99% من دكترة القلب بذلك تخصص بتاعنا العيان بيتعف في اي وقت العيان بيحتاج دكتور في اي وقت فانت هتلاقي دكتور واثنين وثلاثة وعشرة تكلمهم ثم الاسدزتنا اللي علمونا والعيان يجي يقولك انا بكلم فلان بيرد عليها الساعة الثلاثة الفجر ده فلان ده استاذ الاسدزة فالحقيقة يعني بجد ربنا يبارك للجميع ان شاء الله الشكر اللي ده كترة والاسدزتكم والحضراتكم على الخير اللي بتعملوه يا ربنا يعني يجعلو في نيزان حسناتكم ان شاء الله انا كالعيدة زالينا ان الحلقة خلصت وكنا محتاجين او متكلم بشكل افضل واوسع من كده ولكن بقى ما بليد حيلة بشكرك جدا جدا دكتور محمود استشاري امراض القلب وعضو الجامعية القسطرة القلب الاوروبية بشكرك ونورتني بشكر حضراتكم جدا جدا على متابعتكم واتمنى يا رب تكونوا استفدتم معنا استنوني الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بنص ساعة هكون معاكم على الهواء مباشرة اترككم في رعاية الله وامن نور هانشب سلام اشتركوا في القناة